انطلقت المباحثة بين وفدي روسيا وأوكرانيا وذلك في مقاطعة جومال في بيلاروسيا رغم تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت وكالة انترفاكس أن الوفد الروسي في المفاوضات يؤكد أن روسيا تريد التواصل لاتفاق مع أوكرانيا بأسرع وقت ممكن ووضحت للتلفزيون الروسي أنها كلما طال النزاع لساعات إضافية كلما قتل مواطنون وجنود أوكران في المقابل قال مكتب الرئيس الأوكراني أن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية كما نقل الإعلام الأوكراني عن مكتب الرئيس قوله أن الوفد الأوكراني في المحادثات يطالب بانسحاب جميع القوات الروسية من أراضي أوكرانيا بما في ذلك القرم ودومباس